بالنسبة إلى علم العلاقات الدولية يصنف الدول الفاشلة باعتبارها خسرت جزء من أرضها حتى الآن خبراء العلم العلاقات الدولية لم يصنفوا أوكرانيا بدولة فاشلة لأن الحرب مستمرة هل روسيا بعد هذه الحرب بأي شكل من الأشكال سواء أخذت ما أرادت أو لم تأخذت ستعتبر دولة فاشلة؟ روسيا لا نستطيع أن نقول دولة فاشلة إنما هي دولة استبدادية عقلية عسكرية منغلقة على ذاتها وأيضا هذا خطأ أوكرانيا بدأت تخسر جزء جبير جدا من سيادتها لأن الدولة تقوم على أربع مرتكزات الأرض الشعب السلطة السيادة وتتحكم السيادة في مكانة الدولة في قرارها الخارجي وسيطرتها على أراضيها مما يضعها على المكان الدولي في حين أن عندما ننظر إلى رفع الواقع السياسي سواء لروسيا أو أوكرانيا نجد أن أوكرانيا بالفعل خسرت وهي الخاسر الأكبر في هذا الصراع الدولي خسرت مناتق القرم خسرت شرق ممتلئ بالثروات الطبيعية وشرق جيوستراتيجي وحيوي وبه مياه دفئة وبه مواني طبيعية وبه ثروات معدنية وبه ثروات مصادر للطاقة رهيبة وأرض الزراعية ومناطق صناعية فكسبت روسيا أيضا هنا منطقة جديدة هي منطقة إسنغرافية قادرة على أن تبني عليها فيما هو قادم أو أن تجعلها منطقة عزل بينها وبين الحلف المهدد لها وحلف الشمال الأطلسي فلذلك نجد أن بالفعل أوكرانيا خسرت سيادتها حتى لو الغرب عملت دعاية بأن أوكرانيا كسبت وخسر بوتين الرهان وغيره لكن في على المناطق الواقع أوكرانيا خسرت وأيضا روسيا خسرت ولكن الفائز الوحيد في هذه الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية ثم تليها تركيا دكتور عبداللطيف مشرف يعني كما يقول الكثير أن زيلينيسكي سلم بلاده إلى الغرب خاصة هذه المساعدات العسكرية التي لن تكون مجانية بأي شكل من الأشكال دكتور عبداللطيف مع الأسف انتهى وقت هذه الحلقة أشكرك دكتور عبداللطيف مشرف منكارة الباحث بالملع الغد دولية كنت معنا في هذه الحلقة أشكر موصول إليكم مشاهدنا الكرام فإلى حلقة جديدة من برنامج محطات سياسية هذا عمر الملكي يحييكم دمتم في أمان